نشير مشاهدين على الأخبار العجل التي نشاهدها على شاشة الآن الخارجية الصينية تقول إن العالم يراقب أزمة المنطاد عن كثب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية يقول أيضا إن بعض الأطراف لا تريد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية ويقول أيضا يجب أن لا نخوض حربا نووية ولسنا جزءا من الأزمة في أوكرانيا لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي وأضاف أن الحرب في أوكرانيا ليس ما نود رؤيته نذكر مرة أخرى مشاهدين بما قاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية قال إن العالم يراقب أزمة المنطاد عن كثب ويقول في هذه اللحظة أيضا ويتحدث عن أن بعض الأطراف لا تريد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية والعالم يراقب أزمة المنطاد عن كثب كما يظهر على الشاشة الآن ويجب أن لا نخوض حربا نووية ويقول أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ الذي يجري الآن يقول لسنا جزءا من الأزمة في أوكرانيا لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي ويتحدث أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية ويقول إن الحرب في أوكرانيا ليس ما نود رؤيته ونذكر مشاهدين بأن هذا الحديث لرئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية يأتي ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ الذي بدأ يوم أمس سنعقد منذ يوم أمس اليوم الأول ويستمر لمدة ثلاثة أيام ومازلنا معكم في متابعة هذه الكلمة الآن لرئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية للاستغلال الولايات المتحدة كانت دائما تبتز المصالح مننا ونأمل أن يحاول إيجاد قنوات تواصل بحيث تكون حيادية وعادلة وهناك تقدم في الإنسانية لا أعرف لماذا الولايات المتحدة توقف هذا التقدم نأمل أن يفكر الجانب الأمريكي باتخاذ خطوات تفاعلي وأكثر إيجابية تجاه الصين هذه مسائل تفيد المجتمع الدولي ناهيكا عن بلدينا أيضا هذا الحوار سيستكمل ربما لدينا دقيقة بالتطمين الحضور على أن التصعيد العسكري حول تايوان ليس وشيك خلق أن تطمئن الحضور باختصار سأطمئن الحضور أن تايوان هي جزء من الأرض الصينية لم تكن دولة ولن تكن دولة في المستقبل أيضا هذا هو الوضع الراهن للقضية التايوانية فليست الصين التي تغير الوضع الراهن بل قوات الانفصالية التايوانية على الجزيرة أن القوات التايوانية تقود السلام والاستقرار هنا بالقوات الانفصالية التايوانية فهذا أمر لا بد من إجماع المجتمع الدولي عليه فنحن نؤكد على أهمية احترام سيادة الدول فهذه أيضا للصين يجب أن تطبق فالقوات الانفصالية التايوانية تهدد سيادة الصين لا نريد أن يكون هناك ازدواجية بالمعايير حول هذه القضية شكرا لكم مشاهدين كنا معكم في متابعة لهذا الجزء من كلمة سيد وانجلي كبير الدبلوماسيين الصينيين وذلك ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلق يوم أمس الجمعة في دورته التاسع والخمسين وقال الآن إن نظرة واشنطن لبكين خاطئة جدا والعالم يراقب أزمة المنطاد عن كثب ويجب عدم خوض أي حرب نووية تحت أي ظرف وأضاف أيضا أن بعض الأطراف لا تريد الحل السلمية للأزمة الأوكرانية ويجب أن لا نخوض حرب نووية ولسنا أجلس أمي الأزمة في أوكرانيا لكننا لن نبقى مكتوب في الأيدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر